موسيقى مجوز لأهم الأخبار من النبا أهلا بكم استنكر مفتي ديار الليبية الشيخ صادق الغرياني اختطاف عضو مجلس البحوث بديار بداري الإفتاء الشيخ نادر العمراني مفتي ديار طالب الليبيين بالخروج الجمعة في كل المدن في وقفة احتجاجية تند تنديدا واستهجانا لهذا العمل الذي وصفه بالمشين كما أهب الشيخ الصادق بالكتائب الأمنية في ترابلوس أن يعلن استنكارهم لما حدث للشيخ نادر وأن يتبرأ من هذا الفعل حسب ما ورد في البيان أفد والد الشيخ نادر العمراني عضو مجلس الفتوى والبحوث بديار الإفتاء بالتواصل اختطاف الشيخ لليوم الثاني على التوالي والد الشيخ أكد للنبا عدم تواصل أي جهة معهم مضيفا أنهم لم يألوا جهدا في التواصل مع الجهات الأمنية الأخرى ذات الاختصاص بهدف معرفة مصيره هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ نادر العمراني اختطف فجر الخميس وهو في طريقه لصلاة الفجر بمسجد الفوتير بمنطقة الهضبة دعت لجنة إدارة الأزمة ببنغازي إلى الخروج في مظاهرة اليوم الجمعة في الميادين العامة تضامن مع أهالي قنفودا لجنة اللجنة في بيان لها طالبة الليبيين والأسر النازحة من بنغازي بالوقوف صفا واحدا مع أهالي قنفودا العالقين بهدف إخراجهم من المنطقة فيما تجدر الإشارة إلى أن منطقة قنفودا تتعرض بشكل مستمر لقصف من قبل ميليشيات الكرامة والطيران الأجنبي المساند لها قال عصام المغربي المرسل الأعلمي لمجلس شورى ثوار بنغازي إن بارجة فرنسية اعترضت جرافة لشورى ثوار كانت تحاول إخراج بعض العائلات العالقة في قنفودا المغربي أكد أن المجلس يسعى جاهدا إلى إخراج العائلات المحاصرة في قنفودا إلا أنه في كل مرة يتم قصفهم من قبل ميليشيات الكرامة نهاية الموجز إلى اللقاء